اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت والجماعة اللي وياك ش تسوون؟ مناولتلك قبل كده احنا كنا طالعين على مصر بل هناش تذاكر هالطيارة اسف الجواب خاطئ صفر اشتركوا في القناة 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 من جبتوها منها من العراق وانتر دونتوا الدول المصر طب اسمع بقى ده معرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة ايو الشنط دي فيها دولارات ملايين الدولارات انا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة ومعالسف كلامك هذا ما قلق خيمة تماما ده انت طب اسمع بقى الكرام يقول لهه ايمان الفلوس دي من اسراهيل انا اللي سرقت بنك اليوقومين والمساب يدور عليها في كل حتة انا والعال دي عشان كده ابو القاسم بيساعدني عايز اقولك على حاجة كمان الجدع الاسم الساتوري ده ارد علي امتين وخمسين الف دولار عشان اهرب لي تمسال جودية معايا وانت شكال ردك؟ انا يعني جريت وعملت نفس موافر بس انا اللي امكان اعمل جريمة زيدي مهما كان التمن اسمع استاذ ماجي انا يكفيني المشاكل اللي عندي انا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة على هذا الاساس ارجوك تسامحني انت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت ولو هاي مو عربية من عندي ارجوك تسامحني ناجم الله يخليك اوفوني بحالي بكرة الصبح تتصل ابو القاسم حتى يجيه سوي صرف اللي تشوفه اساسا انا كنت اخذ القرار ده بعد ما بلت الستوري وانا بكر القاسف للمرة التانية تصبح الاخير موسيقى 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 انتو شوية عيان ما عندكوش اي احساس بالمسئولية انا قايل الشرنط دي ما تتسبش ثانية واحدة ايجي الحيطة تعاق الصغار يفتح الشرط ايجيه ايه كتفين بتعمله ايه بتتفنسعه يا باشا احنا كنا فاكرين ان زاهر هو اللي قاعد مع الشرنط انا قايل اتنين يعودوا جب الشرط مش واحد الدور كان على زاهر وشيخ حزم انا كنت بتوضع فاعت الباشا وكنت رايب زاهر جب الشرنط والله العظيم انا اجي باشا ريئي نشف طلعت اشرب بقى مية وانزلت على طول دي ايه ادية وانزلت اسمعاد انت هو انا ممكن ابدا كل واحد نصيبه يغور في السيتين دهية يتاخدوا منه بقى يتضرب النار ابا خلصت منكم انا اشاهلها امكم انا ممكن اشيلها من نفسي الوحدي بصوا بقى هنمشي عدل وننفذ الهوامك بدقة وقال لكل واحد روح لحاله على الاقل انا حركتها هتبقى خافي منكم عشان هبقى الوحدي بش ماشي فرق وراية متوسفين يا ساعة الباشا معضاش انا مش لقى الثالث بعد ايه؟ بعد الاستاذ ساعة ده ما عارف والرجل يزيفت الاسم استطوري عارف اخر ده ركز شوية احنا بينا مكشوفين في اي وقت احقول لكم يلا بينا في الثانية لقى كو برا جاهزين انتو الشنا مفهوم؟ اهم ركباش انا حكلمه بالقاسم يجي اخدنا هنروح مكان تاني محدش يتنقل من جنب الفلوس تقول لكم انا بطشاي جنب الفلوس انا ارضى في بدرون مفهوم مفهوم كما ذكرت بان رئيس المجراء الملكي قال ان العراق البلد الاستقراطي هذي ساقلون الاكل كله لا تخلوه اذا موبايلات معقول تدوا موبايلات للاطفال في السنة هذا خطر عليهم حبيبتي لازم ننطيهم الموبايلات حتى نطمئن عليهم من المفخخات والمتفجرات لا سمح الله وبعدين اذا صار ما صار يدارونه في اي مكان ويخبرونه ويقولونه على مكانهم الله يكون فعونكم والله يكون فعون كل ام بنا بي روح المدرسة وقد تقرر اليوم ان تكون زيارة وزيرة الخارجيات الامريكية الى بغداد لكي تتفقد الاحوال عن قرب مؤكدة في مؤتمر صحفي قبل قدومها الى بغداد ان الحياة الطبيعية عادت الى البلاد وان كل منشئات الدولة تمارس نشاطها بشكل ملموس يا اخي ذول الامريكان يعشقون الاعلام اليوم الاولاد يرحون للمدارس والموظفين يرحون للدوام وكأن الامور بالعراق عادية ماكوشي اليوم كل متر بشوارى بغداد راح تشوكي سيطرات وحراسات وسيارات ورشاشات ومثل كل مرة ممكن ما تجي الوزيرة بالنهاية فوزيه ساعد وينه؟ للسناين؟ ساعة الثمانية شنو ما عندن يروح المدرسة؟ ايوالله خطيئة البارحة ساعد ماانم طول الليل اكوشي شاغ البالة صباح الخير صباح النور صباح النور فضل استاذ ناجي اشرب قهوة ويانا اوالله القهوة بردوه واحد دماغ مقلوبة مو بس انت اللي دماغك مقلوبة بغداد كلها مقلوبة اليوم ليه؟ وزيرة الخارجية الأمريكية جاي على بغداد فاليوم استعدادات أمنية غير مسبوقة طيب ويولد بيروح المدرس ليه؟ مو هو هذا جزء من الصورة الإعلامية اللي يريدوني يفرجوها للعالم تليفون ساعد يرن رد عيني كمال رد ألو أهلا وسهلا شلونك عيوني؟ لا أنا كمال أخو ساعد أهلا أهلا أبو القاسم إدهولي أه العفو أستاذ ناجي يريد يحتيو إياك تفضل أيو أبو لازم إحنا لازم نمشي من هنا دلوقتي بأي طريقة الحكاية كشفت ساعد يعرفه ساعد طوري كمال يعرف موقفي باع صعب شوف لنا أي مكان تاني بعيد عن هنا نورد فيه موقات طمني أستاذ ناجي بدي ياك تطمن على آخر حتى لو ما كنت ببغداد رجالي جنبك يبي يخدموك كأني موجوده أكتر أنت عرف الظروف الأمية بس اليوم ما بدي حدا يتحرك نهائيا طيب أنا رح أحكي مع ساعد لا 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 أنا إن شاء الله بكرا رح أكون موجوده رح أخدمك أنت والشباب أنا لأتركوا ساكنتاني جانب المطار بس لحتى تنتهي زيارة الأمريكية أبعدك وعد شرف أول طائرة من بغداد للقاهرة رح تكون فيها أوكي أهلا يا أستاذ ناجي أهلا يا أستاذ ناجي أتفضل لا تشكر مش عازق الله لا لازم تشرب قهوتك أرجوك أرجوك أستاذ ناجي تقدر ظروفي اتصل بي أبو القاسم وقلي تولي الشباب اللي بي أك تبقون بالبيت لغاية بكرا أنت تعرف هذا العيس التوري صار خطر عليكم وليس علينا فلازم تغادرون البيت بأسرع ما يمكن شكرين أستاذ ساب وأكو شي ثاني أني ممنون منك وأشكرك علي إي هو أنت رفضت تهرب التماثيل وخاصة أنت مثال كودي ساب ناجي ما بقى غير بس الحجر نحافظ علي موسيقى 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 لا نقطة حينا نقطة حينا موسيقى يا ربي تعرفي أستاذ ناجي إحنا نخاف من الضحك وكأنما الضحك علينا حرام والله أنا رأي يعني أستاذ سعد إن اللهم اقعالوا خير إحنا مش عايزين نفقد لحوظات السعادة اللي إحنا فيها لا إحنا نخاف ليكون النقطة مفخخة لا دعنا يا عراج محمد الله لا تعرض ألو نعم اسمع لك ابنكم عبنا قدامكم مهلة مننا الباشر اتدبرونا عشر دفاتر لنطيري لكم رأسي عب يا رحمان شكو صار لأي خطفوخ أبني رأيك أبني رأيك رحمان أبني أصابه أصابه بي أصابه يج هم الأبريكان خطفوه أصابه أصابه يردون فيدي حدث انتفاتر 10 دفاتر بفرة عشر دفاتر يعني 100 ثالث دولار مين نجيبها هتعملوا هي دلوقتي ننتظر المكالمة الثانية روحنا تعلقت بيديهم المكالمة الثانية هي اللي راح نتفاوض بيها عالفدية بس مين نجيب العشر دفاتر ماتشلش هم سالساعد انا سدات سالساعد اشكرك اشكرك سيد لاجي اشكرك هي هاي اللي جابت الناها الديمقاطية الجديدة للعراك الحور لحبه 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 لهم لهم فيه يا ساساب يقدرون شحل التلفون معالته مع الزبا معافلات صحية بقى طلبين عشر دفاتر ويعملوا نهاكان ما عشدش حلهم التلفون ابتواف اتيت الفيديد اذا؟ اتيت الفيديد اmaal ا Cerم Recur لا تستيقل هل أنت بسيديم؟ انيوه 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 عليك الو الو نعم لا بس هواه انيوه موظف متقاعد الله يخليك حتى إذا أبقى تلبيتها لا أحكب هذه السوعة حتى الخمس دفاتر لا أقدر أدبرها إسمعني وافئ وافئ إسمعني الفلوسوية سأجيب الكومية آه بس جيبولي قبيس له قريبا بس 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 ابتدوا بους ايربالك تغدورك عزبو الله عوالم مصير عزبو الله عوالم مصير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر زينب نانسي قنقر